السلام عليكم مرحبا بكم من جديد مع وصفة جديدة واقتراح جديد ان شاء الله يلقاكم هاد الفيديو في تمام الصحة والعافية الوصفة ديال اليوم غنصيب معكم واحدة تحلية بنصف لتر ديال الحليب بثلاث طبقات وبتفاح المعسل كتجيرائع بزا في البنات ومن الاهم هادشي انها كتجي اقتصادية وسريعة تحضير ان شاء الله تعجبكم وتنالي استحسان ديالكم وما تدخلوش عليها باللايك وكذلك اشترك في القناة واخليكم مع الفيديو اذا بسم الله على بركة الله نبدأ وفتح ديال الوصفة ديالنا غنحتاج هنا نصف لتر ديال الحليب اللي وضعته في واحد الكاسرول وغنضيف له ثلاث ملاعق ديال السكر الا بتحليد لكم تجي حلوة بزاف ديروا اكتر او اللي بتكون نقصة في الحلاوة ديروا اقل هنضيف له ثلاث ملاعق ديال النشاء اللي ممكن تعوضوه بالدقيق الابيض يكون من نوعية جيدة غنخلط هاد المكوينة اعلى البارد جيدا بالفوي ومن بعد غنوضعهم على نار اللي تكون متوسطة مع التحريك المستمر ما توقفوش نهائيا عن التحريك باش ما تلسقش لكم هاد تحليه في الاسفل او اللي تكتلكم ونحصلو على واحد الخليط ليكون تقيل ومتجانس مهم غنستمر هنا لفترة يعني هنستمر في التحريك ديال الوصفة ديالنا كيما كتشوفو هنا بدات كتعقاد لنا هاد الكريمة مش تعرفوها انها وجدات اورها يعني سوف يخصنا نزولها هو هاد الفقاعات اللي كيبان لكم انفو كيبان لكم الفقاعات نسلنا واحد عشرين ثانية وزولوا هاد الكريمة ديالكم من فوق النار هناخضيت هنا واحد ثلاثة ديال زليف او ثلاثة ديال هط بيصلة هكا هنقسم عليهم هاد تحليه بالتساوي تقريبا جيتني ربعات المعالق كبار فكل وحدة باش نكه كل وحدة يعني بنكهة معينة باش نحصل على ديك ثلاثة طباقات مهم بنسبة اللولة غنضيف لها فلون ديال الكاراميل هاد الفلون لي بدون سكر للوزن دياله جوش فاصيلة ثمانية كرام تقريبا ثمان دياله هو ديرها مو نصف مغربية غنخلطهم زيانة هنا غيباليكم بحالي لا يعني بحالي لا كيتكتلوا هادا غيز يدو خلطو يعني سبرو معه شي شوية حتي يتجنزه بنسبة الخالي الثاني غنكهو بالفانيليا سكر الفانيليا للوزن دياله 7.5 كرام تهوى ونخلطو معه الخاليس وبانسبة الخالي الثالث غنكهو بالبودرة ديال الكاكاو هادا ديال الصاشي لان هادا ديال الصاشي كي كل مذاق دياله احسن ثم في البنات المهم يشتو الخالي الثاني خلطو مع ذاك الكيس ديال الفانيليا وكذلك الثالث غنخلطو مع ذاك بودرة الكاكاو اللي كاتعطينا كيما قلت لكم ذاك ديال الصاشي كي يعطينا المذاق اللي هو زوين ثم غنفرغ هادو كل واحد فيهم غنفرغو في كيس على هاد الشكل غيباليستيكا عادية البنات ومن بعد غنقض الكووس ديال تقديم او لازجاجيات ديال تقديم غير هادو اختاريتهم يكونوا صغار باش يكفينا الخالي تنيشان ونحصل على عادد اكبر او الاكبر عادد ممكن من الكووس غندي الفلاباز ولا في القاعدة ديال هاد الكووس الكريمة بالمذاق ديال الشوكولاتة ولا الكاكاو ونوزعها عليهم بشكل اللي هو متساوي ومن بعد كنضرب هاد الكووس سطح العمل وقبل استعانة كذلك بالملعقة كنحاول نسوي هاد الطبقة في الاسفل مهم مرا هالطريقة واضحة في الفيديو ولكن البنات حاولوا تخدموا بسرعة باش ما تنشفش معاكم ويصعب عليكم العملية ديال انكم تصيبوهم في الكووس كتعرفوا ان النشاط ضغيارة كي ضغيك يجمد بالنسبة للطبقة الثانية هي المذاق الكراميل سوف البنات نفس الشيء كنقسمها بالتساوي بعد كنقضها بملعقة اللي يجدو هاد طريقة صعيبة لبنات تقدرو هادا كناس في الليتر ديال الحليب كي يجي تقريبا ثلاثة الكووس ديال العنبة ديال الحليب كل كاس طيبوه ببحدو مع معلقة ديال السكر مع معلقة ديال نشاط ونكهوه بنكهة مختلفة وبك هكا كتجيكم كل طبقة كطيبوه بوحدها ولكن غايخد منكم مقص ولكن صراح غيجو الطبقات مقادين احسن من هكا صافي بنسبة للطبقة الثالثة هي الطبقة بنكهة الفانيليا اللي تاهيادرتها كطبقة ثالثة بنفس الطريقة البنات صافي هنا غانخليهم في التلاجة يبردو شوية غانخد هنا جوج تفاحات الحجم ديالهم متوسط غسلتهم جيدا اقشرت زولتهم القشرة ومن بعد غانقطعهم قطاع او لمربعات اللي هي صغيرة الحجمة البنات المهم رغيبا لكم تقريبا الحجم ديال المربعات على يعني باش قطعتهم حاول اللي بنات يكونوا شوية صغار باش تغياء يطيبوه ويتعسلون ليا ما ياخدوش معانا وقت وكان عرفوا ان مهم كما اشتوا معا الكيسان اللي استعملت كيسان صغير وورين مهم هنا قطعتهم كاملين بنات غانوضعهم غير في هاد المول هكا وغاناخد نصف او لوحد القطع ديال القارسة ولا الحامض غانا اقصروا عليهم ونخلطوا معاهم باش ميتاكسدش ليا ويتحول اللون ديالو الاسود مهم هناك هنحاول نوزعو ونلبسو بهذاك العاصير ديال الليمون صافي ونحطوه هنا خديت واحد المقلات اللي وضعتها فوق نار متوسطة وتقريبا واحد الملعقة ديال الزبدة حيوانية إلا كنت عندكو الزبدة ديال البواطة نباتية ديرو هاتا هي ولكن هديك تعطي مضاق أروع وأحسن صافي هنا من بعد مدابة البنات وسخنة هديك الزبدة غنضيف عليها هاد تفاح هنه غن تسنى هاد تفاح تدخل معاه هاد يعني طي طيب تتحسوا بها انه دخلت معاه ديك الزبدة وبدأ يعني كيك دبال معاكم كيما كاتشوفوا معايا المهم كل مرة شوية شفية كنحركوا باش نقلبوا وإلى جهة أخرى غنضيف البنات بالضبط ملعقة ونصف ديال السكر تقدرو تضيفو حتى جوج ملاعق ولكن انا ما بغيتش تكون عندو ديك لاصوس بزاف ولكن تقدرو كيما كلكم تضيفو حتى الجوج ملاعق غنضيف هنا في الأخير ملعقة صغيرة غير مملوءة ديال القرفة صراحة كتعطي واحد المداقة رائع جدا لها التفاح المعسل ولكن البنات خليوا التفاح ديالكم في اللوحطة يطيبن زيان ويتقلف هديك الزبدة عضيفوا السكر وضيفو القرفة مرة ما نضيفناهم رمزان كنحركوهم حتى كيتبدل لنا اللون ديالها التفاح وكيتحول لنا اللون اللي هو بحل لون الكاراميل مباشرة البنات كنزول من فوق النار وكنوزعوه على هدوك الكؤوس بشكل اللي هو متساوي كما كتشوفوه معايا بسرعة البنات باش يعني ما يعدبكمش وضغياء نوزعوه بشكل اللي هو متساوي في هدوك الكؤوس نصف البنات هناك كما اشتراني كنحاول نوزعوه كنقدوم الفوق باش يجي واحد السطح اللي هو مستوي را هدجوش تفاحات كي عمروا لنا هدو الكؤوس نيشان ولكن انتو ميلا استعملتو سجلات ديالة كبار را غا تحتاجو كيمية حليبة اكبر بطبيعة الحال وكذلك التفاح تهوه تحتاجو كيمية اكبر موهما دل الكؤوس را هم كويسات صغار صف البنات هذه النتيجة صراحة واحد تحلية اللي رائعة جدا كيما اشتو من نصف الليتر ديال الحالي خرجنا واحد تحلية اللي هي رائعة مداقها زوين راقية جدا ونتمنى صراحة تجربوها ما تخلوش عليا باللايك وكذلك الاشتراك في القناة نتمنى من كل قلبي انكم تبرتجوا الفيديو مع صحبكم والاحباب ديالكم وكذلك جربوها في منازلكم وردوا عليا كيف عجبتكم وهنا وصلت النهاية ديالفيديو ونخليكم الى فيديو والى وصفة قادمة ان شاء الله وقبل ما نقلقوا الفيديو نساليوه نخليكم مع مقطع تشوفو كيفاش كتجي التحلية من الداخل بعد ما بردت والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة